بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد المصطفى وعلى الهدات الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين تقبل الله عمالكم قضى الله حوائجكم فرج الله عنا وعنكم أسأل الله أن يجعل هذا اليوم ما فيه إجابة لدعائكم وما يجعلكم أقرب وأرضى لإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه في عملية الهداية الربانية التي اطلع بها الأنبياء والأم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نلاحظ أن الهم الرئيسي لحركة الأنبياء والأمم هي هذه القضية بعواملها الموضوعية رغم ما قد يترتب على هذه العملية من مصاعب من متاعب من معانات من تشريد ما إلى ذلك إلا أننا وجدنا تأريخ الأنبياء وتأريخ الأمم صلوات الله وسلامه عليهم ما يشعرنا بأن هذه القضية هي الشغل الشاغل لهم وهنا أشير إلى أنه لا يجوز لأحد أن يتوهم بأن الحديث عن الهدى الرباني يعني أننا في صدد كلمة وعضية أو في صدد بعض من الممارسات التقوائية للحالة الفردية لكل فرد وإنما هذه القضية تستوعب عوالماً ثلاثة تمثل جوهر الخطاب والمحور لهذه الحركة وأعني بذلك تتوجه هذه الحركة تارة لذات الإنسان فتحاول أن تزكيه وتتوجه إلى المجتمع فتحاول أن تستنقذه من الجهل ومن الشرك وتتوجه إلى أعداء هذه العملية لتنال منهم بأحد الطرق التي ينال بها من العدو تحجيماً تحييداً هزيمةً انتصاراً وما إلى ذلك من العوامل التي عادة نتعامل بها مع إرادة العدو وطبيعة مواجهتنا لهذه الإرادة وهنا أشير أيضاً إلى أن الكثيرين اعتادوا على التعامل مع أمور الحياة المتعددة المتعلقة بهذه الدوائر الثلاثة دائرة الذات ودائرة المجتمع ودائرة العدو حادة ما تعاملوا بطريقة لا تنسجم مع طبيعة المهمة الكبرى التي أنيطت بعملية التعامل مع هذه العوامل الثلاث الإنسان في تعامله مع ذاته قد يغفل الكثير من الأشياء فيما خلى واجباته إن كان يريد التقوى ولكنه قد لا يهتم بمحتوى الداخلي كيف يهذبه كيف يزكيه كيف ينمي الملكات والقدرات والمؤهلات التي تعتمل في ذاته لكي تكون منه مجموعة شخصيته ولذلك قد تراه يصلي ولكنه لا يبالي في أن تكون صلاته من النمط الذي تنهاه عن الفحشاء والمنكر وقد تجده صائماً ولكنه قد لا يفكر بطبيعة إنعكاسات الصيام أو ما يجب لهذا الصيام أن ينعكس في علاقته مع الواقع الاجتماعي بما فيه من مفردات الفقراء والمساكين والمحتاجين والمستضعفين وما إلى ذلك وهكذا الأمر يسري على بقية ما نتصوره بأنه واجبنا الذي ينتهي عند الحدود الأولى للتكليف دون أن ننتبه إلى أن التكاليف التي قيلت لنا إنما تكمن وراءها مسؤوليات متعددة يهدف من خلالها إلى بلورة الوجود الذاتي للإنسان بالشكل الذي يستطيع أن يتعامل مع المجتمع الذي يتحرك في داخله ومع العدو الذي أريد منه أن يتبرأ منه في هذا المجال لا شك ولا ريب أننا حينما نعيش خلال هذه الفترة محنة المواجهة مع الصهاينة لا شك ولا ريب أن أسئلة كثيرة توجه أو تنطلق في أذهان الإنسان أو يحاول البعض أن يوجهها عامدا تارا ومتخابثا أخرى وساذجا ثالثا أو رابعا أو خامسا لأسباب متعددة تطرح هذه الأسئلة إذا كان اليهود من مجرمي هذا العصر إذن كيف يمكن لنا أن نواجههم وهم بهذه الطريقة من الجرائم وبهذا العنفوان من إبداء الوحشية دون أن يتموا لأي رأي آخر ما يهمهم وحشيتهم ودناءتهم وإثبات أنانيتهم وإثبات وجودهم حتى لو أن العالم كله يصرخ ضدهم هم لا يبالون بهذا الأمر بقدر ما يبالون بطبيعة أنانياتهم حتى لو تكلف ذلك بمحوي ما رأيناه ما جرى في غزة العزيزة ولا سيما الصورة المؤلمة المفجعة التي لاحظناها في أطفال مستشفى المعمداني وما ترتب على ذلك من إنعكاسات شديدة على الإنسان الذي راقب هذا المشهد وأخرى تارة قد يتساءل الإنسان في أن الله سبحانه وتعالى حينما وعدنا بالنصر إذن أين نصر الله سبحانه وتعالى حينما وعدنا بأن يدافع عنا أين دفاعه والصهاين الأمريكان يعبثون بمقدراتنا ويعبثون بكل مقدساتنا بالطريقة التي رأينا ورأيتم والعالم لا زال يتوقع المزيد في هذا المجال الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يفي بوعده دائما ولكن شرطه في هذا المجال أوفوا بعهدي أوف بعهدكم ثم علة تترتب على وجود معلولها ولا يمكن لنا أن ننظر إلى العلل من دون أن ننظر إلى الأسباب التي تؤدي إلى نشوء هذه العلل وحينما نتساءل لماذا لم يفي الله بعهده لنا لماذا لم يدافع عنا لماذا لم ينصرنا علينا أن نتساءل هل أننا وفينا مع الله جل وعلا أم لم نفي الله حدد لنا شرطا موضوعيا رتبه على قوله تعالى أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم إن تنصر الله ينصركم أيضا وضع شرطا لتحقيق النصر الإلهي من خلال أن يبادر الإنسان بنفسه لنصرة الله جل وعلا أما أن لا يتواجد في أرض المعركة في ساحة الصراع ويرجو من الله أن يدافع عنه أو أن ينصره أو ما إلى ذلك هذا الحساب حساب الاتكال حساب لا مسؤولية حساب لا أبالية بالذي يمكن أن يجري على الأمة لو انعزل هذا أو انعزل ذاك لسبب أو لآخر وترك ساحة الصراع مع المجرمين في تعابير كثيرة للقرآن الكريم يحثنا على أن نبقى في هذه الساحة ساحة الصراع مع الباطل وأن نتحمل كل المصاعب وكل المعاناة التي لها وجودها الطبيعي في طبيعة هذه الساحة ومساجلاتها والاحتكاكات التي تحصل فيها وبالنتيجة يطالبنا بأن نبقى وأن نثبت وأن نتحمل وأن نصبر ويجعل ذلك عنواناً لتحقيق ما نترجاه ولتحقيق ما نأمل به قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم أن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ولكن ترجون من الله ما لا يرجون ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون هذه المعادلة لو وضعناها ونظرنا إليها بشكل دقيق الله سبحانه وتعالى نرى هنا يؤكد علينا في أن نكون في ساحة المواجهة وأن لا نكون سلبيين لأي عامل من العوامل ولأي سبب من الأسباب أن نكون سلبيين تجاه هذه الساحة لا تهنوا في ابتغاء القوم ولكن في عملية ابتغاء القوم في مناجزتهم في مواجهتهم في تحمل ضريبة الالتزام بالحق علينا أن لا نتوقع أن البساط الأحمر سيفرش لنا وأن الملائكة ستدفع عنا كل ضير وكل عنة وكل أذى بالعكس يشير إلى أن من يدخل إلى هذه الساحة سيان في ذلك إن كان محقا أو مبطلا سوف يتلقى الأذى سوف يتلقى الألم ولكن خصيصة المؤمن أنه يتفوق على الطرف الآخر في أن الطرف الآخر لا يريد غير انتهاش اللحظة غير الانتقام اللحظوي أو الزماني القريب من دون أن يفكر بتوابعي أو بتبعات ذلك وما يترتب عليه من مخرجات في هذا المجال بينما المؤمن قيل له تألم أصبر لأنك ترجو من الله ما لا يرجى الآخر لديك فسحة من الأمل يجب أن تلتزم بها ويجب أن تسعى لتحقيقها ألا تتخلى عن الهدف وألا تتخلى عن المواجهة وإن تألمت وإن أصابك ما أصابك في هذه الساحة ولكنك ترجو من الله ما لا يرجو هؤلاء ترجو نصراً ترجو ثباتاً ترجو توفيقاً ترجو إمداداً ترجو ألطافاً وما إلى ذلك من الرجاء الذي يريده الإنسان أو الذي يأمله الإنسان من الله جل وعلا وإن كان إذ لا بد من الشهادة فهي أيضاً سميت بأحد مصادقي رجاء الإنسان في أن يخرج من هذه الدنيا بالطريقة التي يكون فيها قتيلاً في سبيل الله وفي سبيل الحق في هذا المجال أخواني الأعزاء لو دققنا في هذه الآية سنجد أن أطراف الصراع تتشكل من نفس هذه الأطراف الثلاثة أطراف الذات التي تقاتل والتي تثبت والتي تتحمل المعاناة والتي تصبر والمجتمع الذي يجب أن ينهمك في هذه العملية وأن لا يترك الإنسان لوحده يجابه الباطل صحيح أن كلمة الحق عند السلطان الجائر هي من أعظم الكلمات عند الله سبحانه وتعالى ولكن لماذا يتكلم إنسان واحد لماذا لا يتكلم الألف لماذا لا يتكلم العشرة آلاف إذا كان ثمة ظالم يجب على الأمة أن تتحرك في هذا الاتجاه إذ يجب على الأمة أن تتحرك في هذا الاتجاه يجب علينا أن نفكر بالسبل والآليات التي من شأنها أن تجعل الأمة تتحرك هذا من جهة وأيضا أن ننظر إلى السبل والآليات التي يلتزمها العدو لكي لا يجعل الأمة تتحرك لا تتصورن في أن قوله تعالى ولا تهنوا في طلب في ابتغاء القوم أن الباطل لن يطلب القوم لكي يضللهم ولكي يبعدهم عن أن يكونوا ناصرين لمن يطلب هؤلاء الأعداء لمن يريد أن يقف في قبال الأعداء وفي قبال ظلمهم وجورهم وما إلى ذلك لذلك إذا كانت المعادلة في بدايتها تشكيل الذات القادرة على التحمل وتشكيل المجتمع القادر على المجابهة والمجاهدة والتحمل والمصابرة أمام العدو القضية الثالثة تتعلق بطبيعة ما تحتاجه عملية المواجهة من آليات وسبل لدفع العدو ولتقزيم العدو والانتصار على هذا العدو وهنا أشير إلى بعض من المفردات القرآنية في طبيعة عرض القرآن للسنن التاريخية في هذا المجال وأضرب مثالا بأولئكم الذين اشتركوا في قصة يوم السبت قصة أصحاب السبت الذين مسخهم الله قردة وخنازير وما إلى ذلك هؤلاء منهم كانوا لا تحسبن أن الذين خرجوا وانتهكوا الحرمة الإلهية من بني إسرائيل حينما انتهكوا الحرمة الإلهية وبدأوا يتكسبون في يوم السبت حينما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن لا يصطادوا في ذلك اليوم أن يعتبروه عطلة وعيدا لوضعهم الدين ينظرون إلى دينهم إلى عباداتهم إلى وضعهم الاجتماعي وما إلى ذلك منعهم من التكسب في مثل هذا اليوم من ابتلي بحالة المسخ التي أصابت هؤلاء لم يكونوا هؤلاء لوحدهم هم من تعرضوا إلى ذلك وإنما أولئكم الذين لم يتكسبوا يوم السبت ولكنهم تعايشوا مع هؤلاء لم ينكروا عليهم قولا لم يردعوهم لم يمنعوهم تعايشوا معهم وكأنهم حالة طبيعية في المجتمع وبالنتيجة حينما جاء البلاء شمل هؤلاء الذين تصوروا أنهم من أهل الإيمان وأنهم ملتزمون بأهل الإيمان بمقتضيات الإيمان ولكنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انظر إلى طبيعة التعبير الإلهي حينما يحدد ثلاثة أقوام أو ثلاثة جماعات الجماعة الأولى التي التزمت بالمجتمع الصابر بالمجتمع المواجه بالمجتمع الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والمجموعة الثانية التي كانت تسخر تعاتب تلوم هؤلاء الذين يمارسون الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك والمجموعة الثالثة هي التي كانت موردة الاجتراع على الله سبحانه وتعالى قالوا لم تعظون هؤلاء الذين يحسبون أنهم من أهل الإيمان ولكنهم اعتزلوا ما يجري في الواقع الاجتماعي قالوا لأولئكم الذين تحملوا المسؤولية الاجتماعية وتصدوا للباطل مهما كان شكله قالوا لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أنتم تعظون أناسا هؤلاء كتب الله عليهم أنهم سيعذبون لماذا هذا الجهد ماذا كان رد أولئكم الذين التزموا ساحة المواجهة والتزموا طريق سراع الحق مع الباطل منتصرين للحق ومتبرئين من الباطل قالوا معذرة إلى الله الأمر الأول نريد أن ننجز تعذيرنا أمام الله جل وعلا أن الله يعذرنا في أننا بذلنا الجهد بذلنا السعي وبذلنا كل ما نستطيع في طريق مواجهة الحالات الشاذة التي تنشأ من وجود انحراف في داخل المجتمع أو وجود عدو في خارج المجتمع أو وجود المنافقين الذين يترعون ويسرحون ويمرحون ما بين داخل الواقع الاجتماعي وما بين خارجهم قالوا معذرة إلى الله ولكن وضعوا ضميمة أخرى وهي ولعلهم يرشدون لعل هؤلاء يخرجون من الحالة التي تجرؤوا بها على الله وانتهكوا حرماته وبالنتيجة لعلهم يستجيبون إلى ذلك لكن حينما نزل البلاء هذا البلاء أكله أولئكم الذين اعتزلوا عن ساحة الصراع رغم أنهم كانوا يريدون أن لا يكتووا بآلام الصراع لو كانوا معنا ما قتلوا هذا التعبير لأمثال هؤلاء الذي ورد في بعض الآيات الكريمة يشير إلى أن هؤلاء يتصورون أن اعتزالهم عن الواقع المتصدي للباطل المتصدي للعدو الذي لم يلتزم طريق البراءة من أعداء الله جل وعلا يتصور أنه سوف يكون بمن سوف يكون بمن جات من أن يصيبه الضر ولكن حينما نزل البلاء على أصحاب السفل أول ما أكل حينما أكل من هؤلاء أنما أكل من أولئكم الذين دعوا تدينا ولكنه من النمط السلبي الذي لا ينظر إلى المجتمع واحتياجاته بل لا ينظر إلى واجبه في أن يتحمل قصطا من مسؤولية النهوض بعملية الهداية الربانية وفقا لإمكاناته ووفقا لقدراته التي أتيحت له في هذا المجال أنا ألمس أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة آية الألم ما يشعرني بأن الله سبحانه وتعالى يقول أن الألم هو أمر موضوعي في مثل هذه الساحة ولكن بالإمكان أن تتغلب على هذا الألم حينما تكون له ضميمة أخرى هذه الضميمة حينما يعنونها بعنوان أنكم ترجون علينا أن نتساءل أولا ماذا نرجو بالضبط وكيف نصل إلى ما نرجوه من الله سبحانه وتعالى أو ما نرجوه في وجودنا في ساحة المعركة هل نريد نصرا هل نريد نجاة هل نريد لواذا هل نريد أن ينتهي منا عدونا هل هل عشرات الأسئلة يجب أن تسأل أمام كلمة وترجون من الله ما هو هذا الرجاء الذي نرجوه نعم في أعلى درجات الرجاء أننا نريد إحدى الحسنين إما النصر وإما الشهادة والشهادة هي تحصيل حاصل لمن يريد أن يواجه هذا الطغيان يواجه ظلم الباطل بطريقة أو بأخرى سوف ينال جرحا سوف ينال شهادة سوف ينال من المعاناة ما يجعله مأجورا عند الله سبحانه وتعالى وسيان في ذلك أن يرزق الشهادة أو أن يرزق الموت بدون شهادة فكلاهما يؤديان نفس المؤدى أن رجاءنا من الله أن نقابله بما يسعدنا بما يرضيه عنا بما يجعلنا على حسن عاقبة ولكن الكلام في البعد الأول بعد أننا نريد نصرا نجاة إنقاذا وما إلى ذك هذه العوامل لا تأتي بطريقة سهلة لا تأتي بطريقة معجزة لا تأتي بطريقة الاكتفاء بالدعاء والانعزال عن الواقع في معركة الباطل لأن الباطل لو استفحل سوف يؤلمكم لا شك ولا رأي وتجاربنا تجارب التاريخ أيضا واقعنا الاجتماعي يحدثنا بالكثير في هذا المجال خذوا مثلا الآن مستشفى المعمداني وقد أسست من قبل الكنيسة الأنجيلية في فلسطين هذه الكنيسة اشتركت في دعمها الكثير من الكنائس في أوروبا ربما في الفاتيكان ربما في أماكن متعددة أنجدوهم من أجل إيجاد هذه المستشفى ولكن حينما أصيبوا بهذا الشر الكبير انظر إلى موقف الغرب منهم لم ينظروا إليهم لم يعتبروا بهم وضعوا أياديهم على أعينهم وعلى آذانهم وأصبحوا صما بكما عميا بهذه الطريقة التي وجدنا ردود الفعل إزاءة جريمة هي من أوضح الجرائم في طبيعة شكلها ومحتواها لكن بالنتيجة ماذا بشأني من يريد الإنقاذ الجدي من يريد اللواذ الجدي من يستغيث بالله جديا من يريد النصر من الله جل وعلا اللي لم يفكر بإيجاد ما من شأنه أن يحقق النصر لا يمكن لك أن تتوقع أن الله سيعطيك نصرا مجانيا دون أن تتكبد ضرائبه وتتحمل الاستحقاقات المترتبة عليه إن أعطاك نصرا سهلا سوف يكون تضحيتك بمنجزات هذا النصر هو الآخر سهل ولن تجد فيه أي غضابة والتاريخ يحدثنا كيف أن تجربة عظيمة من قبل الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه ومعه الثلة الصالحة من أصحابه كيف أن تجربتهم وئدت من قبل من تعاملوا مع المصر بطريقة سهلة وبطريقة كأنه جاءهم مجانا حينما وقعت منجزات الرسول بأيديهم سرعان ما تخلوا عنها وسرعان ما لهثوا وراء دنيا طلبوها لأي معنى من المعاني في هذه الدنيا وعليه حينما ننظر إلى طبيعة ما يجري في أيامنا هذه سنجد أن العدو سيحاول أن يوجه لنا كل عوامل اليأس والإحباط لكي نخرج من الواقع الذي يجابهه ونحن إن فعلنا ذلك حتى وإن كتبنا أحسن الكتابات في نصرة الحق حتى وإن صلينا من أول الصباح إلى آخر المساء حتى وإن بررنا بالكثير من أعمال البر لن يؤدي ذلك إلى أن نعذر نتيجة لتركنا للساحة الأساسية والسبب يعود إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى مظلمة كبيرة وسرعان ما ستتجه أمواج هذه المظلمة إلى نفس أولئكم الذين تخلوا عن ساحة الصراع مع الباطل لو أن المسلمين وهم يتألمون الآن وهم مما يمكن لي أن أكون متأكدا في قلوبهم الكثير من الصرخات الكثير من حالة الشعور الساخط والغاضب على ما يجريه ولكن محض الشعور لن يؤدي إلى نتيجة ومحضل الغضب عدم الرضا لن يؤدي إلى إزاحة الباطل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هذه الساحة فيها عوامل موضوعية من يريد أن يتعامل معها عليه أن ينشئ الظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى نشأة هذه العوامل الموضوعية من يريد اقتدارا على عدوه عليه أن يجهز عوامل إيجاد هذا الاقتدار لن تنزل عليه من السماء هذه العوامل وإنما يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى الكثير من العناء أنظروا إلى ما جرى مع النبي نوح صلى الله وسلم على نبينا وآله وعليه من استهزاء وسخرية وإشمئزاز بطبيعة الذي كان يطلبه منهم وهو لم يكن يطلب منهم إلا ما يترتب على رؤية موضوعية في هذا المجال له في أن طوفانا سيقبل عليهم هو في مدينة بعيدة عن البحر بعيدة عن الماء وقد حدثهم بأن طوفانا سيأتي وبدأ يبني سفينته في هذا المجال من كان يرى كان يستهجن ويسخر من عقل نوح حتى اتوهمه بيئة الجنون بأبي وأم ولكن النتيجة كيف رأيناها أن من كان يستهدئ ويشمأز من طبيعة حراك نوح عليه السلام هو الذي هلك نتيجة لعدم وجود استعداد الله ولكن من أعد واستعد دفي سفينة نوح استطاع النجاة رغم أن الطوفان الذي جاء وهو كالتسونامي عظيم جدا وصف بأن أمواجه كانت كالجبال مع كل هذا الخطر الكبير الذي داهم هذا المجتمع ولكن من أعد واستعد نجا رغم أنه حينما كان يعد ويستعد كان يلام من قبل الواقع الاجتماعي المتخلف عن رؤية الكيفية التي يواجه بها الشر الذي يأتي أو تواجه به الحالات الشاذة التي يمكن لها أن تزدر على هذا المجتمع أو على ذلك لو أننا أهملنا طبيعة الانحرافات التي تحصل ولم نتحمل المسؤولية في مواجهة هذه الانحرافات إذن لا تشتكوا مما يترتب على ذلك لا تشتكوا من أن ينشأ جيل لا يبالي لا بقيم ولا بمقدسات ولا يعبأ بكل ما يمكن أن يعتبر بأنه له أهمية وله تميزا ما عند في الواقع الحقيقي لهذه الأشياء ولكن من يتصدى سوف يسخر منه سوف يستهزأ به سوف ينكل سوف يقتل سوف يجابه وانظروا إلى سيرة الأنبياء حينما كنتم تقرؤون في القرآن تقرؤون أن الأنبياء كانوا ممن يستهزأ بهم كانوا ممن يسخر بهم كانوا ممن يتهمون كانوا ممن يهرج عليهم كانوا ممن يثار الغوغاء ضدهم كانوا يتعرضون إلى الكثير الكثير من آلام العدو وأولئكم الذين اصطفوا مع العدو وسيان في ذلك من اصطف عامدا كالمنافقين أو من اصطف نتيجة لجهله ونتيجة لغوغائه ونتيجة لسذاجته وبلاهته اصطف مع العدو وهو يحسب أنه يحسن صنعا ولكن النتيجة التي ظفرنا بها أن الأنبياء كانوا أعلى سهما وصورتهم أنصع ولكن مع كل ذلك مشى التأريخ حينما مشى وقد رأينا في كربلاء حينما تم صناعة فاجعة الحسين بأبي وأمي التأريخ لم يتوقف مشى يزيد وتصور أن الدنيا قد أقبلت عليه وتصور مناصره أنه لا دنيا لغيرهم ولكن واقع اليوم تنظرون إليه بصورة مختلفة بحيث تقولون بأنه لولا فاجعة الحسين وطبيعة تمسك شيعة الحسين بالولاء للحسين عليه السلام وتأثرهم بدروس إقبال الحسين عليه السلام على ساحة التصدي وساحة المواجهة لما بقي أثر من الإسلام كيف يمكن لنا أن نتصور هذه النتيجة لو أننا وجدنا أن أصحاب الحسين عليه السلام آثر الإنعزال عن المجتمع قالوا بأن أهل الكوف قد تركوا الحسين ولم يتبق مع الحسين أحدا وسقط عنا الواجب سيما أولئكم الذين قال لهم الحسين عليه السلام هذا الليل قد أقبل فاتخذوه جملا أن القوم لا يطلبون غيري يطلبونني أنا اتخذوا هذا الليل ستارا لكي تتركوني لوحدي لو أنهم فعلوا ذلك متوهمين متصورين بأنهم يعملون صالحا من الأعمال لأنهم لم يلقوا بأنفسهم إلى التهلك ولكن ماذا نفسر كلام مسلم ابن عوسجة أو زهير ابن القين ابن القين قدس الله أرواحهم الزكية حينما يتحدثون مع الحسين عليه السلام بمنطق لا أبالية بالموت تماما لو أني قتلت بكذا وكذا وفعل بكذا وكذا وأحرق بدني كذا وكذا سبعين مرة يذر هذا البدن ينثر ترابي في أرض المعركة أو في غيرها ما تركتك أبدا هذا المنطق من أين جاء جاء من أولئكم الفتية الذين أرادوا صناعة تاريخ آخر قدموا أنفسهم ضحوا ولكن هذه التضحية أثمرت وعيا أثمرت بصيرة أثمرت ما من شأنه أن حقق هذا الطوفان الحسيني الذي نراه في كل واقعنا الاجتماعي السياسي الأمني حتى بدأ العدو يرهب سواترنا حينما يعلو منها نداء يا حسين أو أبد والله ما ننسى حسين أو ما إلى ذلك ولكن ارجعوا وانظروا لو أن واحدهم كان قد نأى بنفسه قال لا علي أنا مطالب بأن أصلي أصوم أركع أجد وما إلى ذلك طبعا أنا لا أستخب بهذه الأشياء بل أعتقد أن المجاهد الحقيقي إن لم يزكي نفسه وإن لم يهذبها ابتداء من أداء الواجبات الشرعية في صورتها الأولى وصولا إلى ابتغاء المحتوى الذي يتنمى من خلال صلاة حقيقية يتنمى من خلال صيام حقيقي صلاة بلا مراءات صلاة تبتغي النهي عن الفحشاء والمنكر ولا يكتفي بهذا النهي لمجرد أن ينهي نفسه عن الفحشاء والمنكر وإنما يبتغي مجابهة الفحشاء والمنكر كي لا تشيع الفحشة في وسط المؤمنين في مثل هذه الحالة ما كان لهذا التاريخ أن يصنع إلا على طريقة يزيد ابن معاوية وأمثال هؤلاء لو أننا نظرنا إلى واقع القضية الفلسطينية ونظرنا إلى الآلام التي تفجرت في أعوام ما قبل 48 في بداية نشأة هذا السرطان وسريانه في داخل الأمة لوجدنا آلاما كثيرة ولكن لوجود كثرة آثرت النجاة من دون أن تنظر إلى طبيعة الألم الذي نشب نتيجة للتخلي عن طريق هؤلاء لو أننا وأنا متمئن من أن طبيعة المفهوم الذي طرحته غزة خلال هذه الأيام من أننا لن نترك أراضينا حتى لو قتلنا أو موتنا أو قصفنا أو دمرت بيوتنا ويتمت أطفالنا لن نترك لو أن هذا المنطق كان متحكما في عام 48 لما وجدنا لوجود الصهاينة من باقية ولكن اليوم نحن ندفع أثمان أولئكم الذين تخلفوا وعلى جيلنا المعاصر عليه أن يبدي اهتماما كبيرا جادا مسؤولا شجاعا جريئا في أن لا تصل عواقب موج السرطان هذا إلى الأجيال التي ستأتي بل علينا أن نقف لنقطع دابر هذا العدوان من خلال النظر إلى ما يمكن أن تحققه أن يحققه العمل بمفادي قوله تعالى وترجون من الله لن يأتي النصر إلا بهذه الروحية حينما نتحدى الموت لن يرهبنا أي عدو أما حينما يؤلمنا الموت حينما يخيفنا الموت حينما يرعبنا الموت إذن نحن نستسلم لإرادة العدو العدو أقدر منا على صناعة الموت ولكننا لو أننا أنجزنا إيجاد العوامل الموضوعية للاقتدار الخاص بالمؤمنين العدو هو الذي سيرتعد رأيناهم كيف ارتعدوا حينما دخل المجاهدون إلى أبواب حصونهم وإلى أبواب قلاعهم رأيناهم كيف يرتجفون رأيناهم كيف يقدرون ملابسهم الداخلية على أنفسهم خشية ورعبا ورأينا القلق في أعينهم رأينا الهزيمة علينا أن نتساءل كيف تم صناعة ذلك لن يتأتى لمجرد وجود بندقية لم يتأتى لمجرد وجود جرأ في أن نتحرك في الساعة الأولى ولكن القضية مع الجرأ ومع البندقية نحتاج إلى ثبات نحتاج إلى صبر نحتاج إلى تحمل المعاناة وأهم من كل ذلك نحتاج إلى معرفة العدو كي نتبرأ منه في كل ما يتعلق بعملية البراءة من هذا العدو اليوم للأسف الشديد نحن نتحدث بالبراءة من العدو هتافاتنا نطلق العنان لحناجرنا في أن تهتف الموت لإسرائيل ولكن حينما تتلفت هنا وهناك تجد أن إسرائيل عليها لعين الله تتربع في الكثير من منتدياتنا في أسواقنا في صيدلياتنا في ثقافاتنا في الكثير من الأرجاء التي تحيط بنا سبق للعدو أن عشعش فيها وأنبت سمه الكثير من البراعم التي راحت تهلل له تدافع عنه تزوقه وتثير كل ما من شأنه أن يحبط مسعى الذين يضادونه ولذلك البراءة التي نتحدث عنها لن تكون عبر بندقية غزة فحسب وإنما علينا أن نفتش عن العدو في مجال السياسة في مجال الثقافة في مجال الإعلام في مجال القانون في المجالات الاقتصادية في المجالات الاجتماعية كافة لكي نطهر هذه المجالات ونطرد هذا العدو واليوم لدينا تساؤل كبير يقض مضاجعنا حينما نرى كل هذا الألم الذي يتفجر في غزة ونجد أنفسنا غير قادرين في أن نصل إلى ساحة المعركة هل يفترض أن عدم قدرتنا على الوصول إلى ساحة المعركة نتيجة لوجود الحكام الخونة وإلى غدر الغدرة هل يسقط عنا بقية الواجب أم أن علينا أن نبدي أي نمط من أنماط المناصرة حتى ولو بكلمة حتى ولو بدمعة حتى ولو بحالة من حالات الإشعار الطرف الآخر بأننا نتألم هذا التألم ينتج وعيا ينتج بصيرا لعل الله سبحانه وتعالى من خلال ذلك يخرج لنا بنادقا لرجال وعدنا الله سبحانه وتعالى بهم لكي يسوء وجوه الصهاينة ويدخلوا المسجد الأقصى ويتبروا ما على طغيان بني إسرائيل تتبيرا ويطيحوا بغطرستهم أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم أخوة العزة أخواتي الفاضلات من رؤية ذلك اليوم الذي نرى في هذه الغدة السرطانية وقد اقتلعت على يد الفجر القادم لإمامنا المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفدا والحمد لله أولا وآخرا وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا ترجمة نانسي قنقر